تحت رعاية معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أقامت سفارة مملكة البحرين في لندن سلسلة من احتفالات إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح فهو الله ورعى مقاليد الحكم نعم وحضر الاحتفال عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة البريطانية والطلبة والطالبات والمواطنين البحرينيين المقيمين في المملكة المتحدة وأعضاء مجلسي العموم واللوردات وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيزة لسعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن وأعضاء سلك الدبلوماسي للدول الشقيقة بالإضافة إلى أصدقاء مملكة البحرين من مختلف المؤسسات الفكرية والصحف البريطانية ورحب معالي السفير بالحضور خلال الاحتفالات المقامة مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة والممتدة لأكثر من مائتي عام والتي توطنت على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة الثنائية المشتركة بين المملكتين والتي تصب في صالح الشعبين الصديقين مهنئا معاليه مملكة البحرين قيادة وشعبا بأعيادها الوطنية في ظل ما تشهده البلاد من إنجازات ونجاحات تنموية وطنية وإقليمية ودولية سائلا لها بدوام الرفعة والازدهار للمملكة وشعبها الكريم وخلال الاحتفالات تم عرض الكلمة الترحيبية المرئية التي قدمها سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لكافة الحضور مؤكدا سعادته على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين المملكتين الصديقتين معربا عن تطلعه في تعزيزها وتنميتها لما فيه خير وصالح شعبي البلدين وقد تم خلال الاحتفالات عرض فيلم قصير يشمل مقتطفات من التاريخ القديم والمعاصر لمملكة البحرين يعكس التلاحم بين المملكتين وعمق علاقاتهما كما ألقى سعادة السيد رانيل جاباردينة وزير شؤون التجارة الدولية كلمة قصيرة أكد خلالها على أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات ومن ضمنها مجالاء التجارة البيئية والاستثمار معبرا عن ثقته بأن هذا التعاون الاقتصادي سيكون داعما لاستمرار وتعزيز التعاون القائم بين المملكتين الصديقتين من جانبه أعرب العميد بيتر سينكوك رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية عن اعتزاز المملكة المتحدة بالصداقة التي تربط بين البلدين ليس على نطاق الحكومتين فحسب بل أيضا على نطاق شعبي البلدين هذا وقد أعرب معالي سفير مملكة البحرين في لندن عن اعتزازه بأبناء وبنات الوطن من الطلبة والعاملين في المملكة المتحدة الذين يعملون ويسعون جاهدين في طلب العلم واكتساب الخبرات في شتى المجالات للمساهمة في دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وأكدا دورهم الجلي في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يده الله ورعاه وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر